بين التصعيد والدعوة الدبلوماسية يراوح ملف إيران نووي مكانه بعد حديث عن فشل مفاوضات فيينا في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. الوكالة الدولية للتقذرية دعا طهران للعودة للحوار فوراً لتجنب موصفتها بأزمة كبيرة من شأنها أن تجعل إنقاذ الاتفاق النووي أكثر تعقيداً. المدير العام للوكالة رفايل جروسي أكد أن إيران نفذت تهديدها بإغلاق 27 كاميرا كانت تسمح للمفتشين بمراقبة أنشطتها وصفاً الأمر بأنه خطير جداً. جروسي أوضح أنه بدون هذه الكاميرات لن تتمكن الوكالة في المستقبل القريب من تحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني لا يزال سلمياً وما إذا كانت إيران لا تصنع قنبلة ذرية. مشدداً على أنه حتى إذا أعاد الإيرانيون توصيل هذه الكاميرات في غضون بضعة أشهر فإن ما فعله خلال هذا الوقت سيبقى سرياً مما قد يجعل أي اتفاق حول أنشطتهم غير مجد. وفيما يبدو تهديداً مبطناً لتهران قال جروسي إن مواصلة العمل مع الوكالة هي الطريقة الوحيدة لتكسب إيران الثقة التي تحتاج إليها لازدهار اقتصادها. وفي ظل المساعد ديبلوماسية لإحال حالة الوضع شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على أن ديبلوماسية يجب أن تسود من أجل العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق. وكانت تهران قررت إغلاق كاميرات المراقبة في خطوة تصعيدية بعد تبني مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة تقدمت به دول غربية. وذلك بعد وصول المحادثات في فيينا بشأن برنامج إيران نووي إلى طريق مسدود.